شهدت مصر خلال العقد المنصر منذ بيان الثالث من يوليو مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة والتي استطعت دولة اكتيازها باقتدار محققة سلسلة من النجاحات المتفردة على كافة الأصعاد وذلك في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي أدركت جيدا ما كان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة وعملت وزارة الثقافة على تفعيل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات نجاحات متفردة على كافة الأصعاد في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي أدركت جيدا ما كان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة فقد عملت وزارة الثقافة على تفعيل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات في مجال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية عملت وزارة الثقافة على مشروعات وصلت إلى مائتين وواحد على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه تم الانتهاء من 149 مشروعا أهمها دار الوثائق بالفصطات ومتحف الزعيم جمال عبد الناصر كما تعمل الوزارة على إنهاء العمل على تطوير ورفي كفاءة 52 مشروعا آخر وذلك على مستوى الجمهورية منها مكتبات عامة وقصول ثقافة في عدد من المحافظات وفي مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري نفذت الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة 338 ألف نشاط في المجالات الثقافية والفكرية والإبداعية تمثلت في عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية منها أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية أما مسرح المواجهة والتجوال الذي يهدف إلى نقل العروض المسرحية التي تقدم في القاهرة إلى باقي المحافظات فقد تم تنفيذ 860 ليلة عرض في 20 محافظة استفاد منها نحو مليون شخص إضافة إلى مشروعات أعرف جيشك وأعرف بلدك وإصدار عدد من المطبوعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف وصلت إلى 20 كتابا ضمن سلسلة رؤية وفي مجال تنمية الموهوبين ودعم المبدعين استطاعت وزارة الثقافة إصدار قانون بجائزة الدولة للمبدع الصغير لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وتهدف إلى منح جوائز للمبدعين في مراحل النشئ والشباب في مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية وحصل عليها 83 طفلا وفتاة على مستوى الجمهورية في مجال دعم الصناعات الثقافية تم تنفيذ 20 ألف فعالية في هذا المجال تمثلت في المبادرة الرئاسية صناعية مصر بالقاهرة والمحافظات والتي استفاد منها أكثر من ألف متدرب من أربع عشرة محافظة وتم تأسيس تسعة مراكز حرفية في قصور الثقافة والتي تمت بها الدورات التدريبية وفي مجال حماية وتعزيز التراث الثقافي نجحت مصر ممثلة في وزارة الثقافة في تسجيل تسعة عناصر جديدة مختلفة من الفنون التراثية في قائمة التراث غير المادي بمنظمة اليونسكو بعد أن كانت مصر تمتلك عنصرا واحدا فقط هو السيرة الهلالية فتم تسجيل التحطيب والأراجوز والنسيج اليدوي بالصعيد والخط العربي والاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة وبهدف تكريم الرموز المصرية في كافة المجالات أطلقت الوزارة مشروع ذاكرة المدينة الذي يشمل عددا من المشروعات الفرعية منها عاش هنا بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء وفي مجال العدالة الثقافية تم تقديم 100 ألف نشاط ثقافي تمثلت في الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والأكثر احتياجا إلى جانب القوافل الثقافية والفنية ومشروع عاصمة الثقافة المصرية والذي تم في محافظات مطروح وبور سعيد والوادي الجديد وتنظيم واستحداث عدد من المهرجانات بالمحافظات مثل مهرجانات القلعة ودندرة وأبيدوس بمشاركة عدد من نجوم الطرب في مصر ونجوم دار الأوبرا وخلال النصف الأول من عام 2023 تم إنهاء وافتتاح ثمانية مشروعات ثقافية بالقاهرة والمحافظات كما أطلقت وزارة الثقافة المكتبات المتنقلة إلى ست محافظات ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة للريف المصرية وخلال العقد الماضي شهدت مصر منذ بيان الثالث من يونيو مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة والتي استطاعت الدولة اجتيازها باقتدار واستطاعت حماية الهوية وحفظ التراث ومواجهة التطرف الفكري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة